اهلا وسهلا بكم ويتجدد اللقاء الأسبوعي الرأع والمحبب إلى نفسنا جميعا لقاءنا مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أهلا بك مولانا أهلا ومرحبا بكم جميعا وكل عام والإنسانية بخير وسلام اللهم أمين صدقة الفطر يا مولانا ناخد بها بقى إيه على بعضها إحنا هنطلع صدقة الفطر قد إيه؟ نعم فلوس ولا حاجات تانية؟ وإمتى نطلعها؟ والحد الأقصى لإخراج أو المعادة بتاعها صدقة الفطر؟ نعم ونطلع لمين؟ أحسنت وجزاك الله كل خير بسم الله الرحمن الرحيم صدقة الفطر هي صدقة تسمى صدقة الأعيان يعني على الأشخاص بتخالف زكاة الأموال ومن هنا فإنها عبادة باقة مالية بيختص بها شهر رمضان صدقة الفطر بادي أزيباد فرضها أو جبها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من الأطعمة التي كانت موجودة في يثرب المدينة آنزاك لقلة العملات النقدية لأنه كانت لا توجد لا عملات عربية ولا عملات إسلامية وما كان غير سائد إلا الأطعمة أما العملات النقدية كانت قليلة إما هندية وإما رومانية وهكذا صدقة الفطر طبعا هي بتساوي الصعي ساوي اتنين كيلو ونصف تقريبا ولذلك أحسنت دار الإفتاء صنعا حينما قررت أنها سلاسين جنيها نقديا لأنها قالت أني لاتنين كيلو ونصف قمح طبعا كل الأمه عندنا في الريف وصل 11 جنيه و33 أرش فهي بالضبط كيلو فعلا دار الإفتاء أصابت وأحسنت أنها تقدر بثلاثين جنيها عن الفرد الواحد عن الكبير والصغير حتى لو ولد مولود للتعيد الفطر المبارك عن الرجل والمرأة عن الصحيح والمريض عن المقيم والمسافر عن من صام رمضان ومن لم يصم رمضان لأي عذر من الأعذار يعني هي بالخلاصة بتجب على كل المسلمين على كل كل حلوة طيب بالنسبة طبعا بننبه أن صادقة الفطر هي حق للمساكين زكاة الأموال لا دي حق لله تعالى يخرج المنصوص إنما دي بنقول حق للمساكين يبقى هنا بنراعي مصلحة المسكين بنراعي مصلحة المسكين مصلحة المسكين أنها في النقود ولذلك حتى في العصور السابقة الأولى كثير من العلماء قرروا أن هي بالنقود يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز ومن التابعين رضي الله عنه والحسن والإمام الثوري وطائفة كبيرة جدا كانوا يخرجون النقود وبهذا قال إمام الأئمة سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه وهو ما عليه الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصري والأوقاف والمجامع الفقهية المعتبرة إخراج القيمة النقدية أنفع للفقير لأن الإغناء وهو حكمة صدخة الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم زل السؤال في ذلك اليوم وتخرج إن شاء الله نقودا ثلاثين جنيه حد أدنى يا سيد ومن أراد أن يزيد يزيد جزا الله خط مية خط ألف برحتك نعم برحته خط بالك نما يحد أدنى لأنها معمولة يعني أو مقدرة بالقمح المصري بطبيعة الحال هي بتخرج من الآن يعني حتى عجبنا رأي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه هذا الرجل لأنه نشأ صراحة آنزاك في بيئة العراق بيئة العراق كانت تخالف بيئات أخرى في بيئات أخرى انكفأت على زواهر نصوصية الإمام يعني نظر إلى مقصود النص وده كان من عظمة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أرضا أنه هو نظر إلى مقصود النص مقصود النص هنا أن يحصل الإغناء لأن بيئة كانت العراق فيها بيئة فلسفية بيئة منطقية بيئة حضارية آنزاك في عصر الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أرضا فهو قال إنها بتدفع نقودا لمصلحة الفقراء حضرتك طبعا الإمام أبي حنيفة كما قلت قال إنها تدفع من أول يوم رمضان لذلك أنا أهيب بالناس الآن صدقة الفطر أرجو إخراجها فورا لا تؤخر كما يقول بعض المتطفلون على موائد العلوم الشرعية إن هي وانت زاهب إلى المصلة زاهب إلى المصلة المحلات مغلقة والمسكين كان يريد دقيقاً وكان يريده خبزاً ويريده كعكاً ويريد ملابس لأولادي طبعاً كل هذا لا يحصل إلا بيئة نقود والأمر الآخر إنه يكون في سعة فالإمام أبو حنيفة قال إن صدقة الفطر مرتبطة بإيه؟ بشهر رمضان يبقى هي من أول رمضان إلى نهاية رمضان يمكن الإمام الشفعي قال إن من منتصف رمضان على كل حال إحنا خلاص دخلنا العش الأخير كل عام وأنتم بخير فإخراج صدقة الفطر الآن طبعاً حضرتك بتخرج لمين؟ للمصارف الثمانية أولاً المصارف الثمانية اللي إيه؟ الآية ستين في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبين السبيل بس هنبدأ بالفقراء والمساكين لأنهم أحوج إلى هذه الأموال للشراء احتياجاتهم ويعيدوا مع الناس إنما بقى لو كما يقول بعض المتطفلون الذين لم يدرسوا للنصوص الشرعية ولا المقاصد الفقهية ما يقول لك لا طلح حبوب حبوب هيعمل إيه بالحبوب؟ يعني أن هذا لما تدلوا 2.5 كيلو أو حتى كيلو هم هيعمل بليل هيعمل بليل يعني على العقول الشردة حتى بعض الناس يقول لك يدلوا عادسة وكمان هيعيد بعادس لها حول ولا قوة هم هيروحي آيض لكن هما مش قادرين يقولوا بقى يطلع زبيب وإن كان الحكم تغير الزبيب زمان كان غزاء الآن حلوة لكن هو أف لعقول لا تفقه مقاصد الأحكام ولذلك ربنا نعى على قوم وبين لقوم قال في سورة النساء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم يعني العلماء في هذا الموطن لعلمه الذين يستنبطونه منهم هذه الأمة بحاجة إلى فقهاء يستنبطون الأحكام يفهمون النص دلالات النص مقاصد النص ودي إشكالية الخطاب الديني وأنا باعترف لك الخطاب الديني كثير من الناس الآن لا يفهمون مدلولات النص ولا مقاصد الأحكام فإما أن ينكفئ على بعض الظواهر النصية ويتعصب لأشياخ يمكن في حقبة راسية مضت ويرفض الإجتهاد ويرفض الواقع المعاش ويرفض الواقع المعاصر ومن ثم بيوقع الناس في حرك يعني أهولي سيتك برضو إحنا في الحلقة المبارك قلنا أن المصلحة الآن للفقير أن يأخذ نقودا في صدقة الفطر صحيح والمصلحة للفقير أن يأخذ صدقة الفطر من الآن ليتمكن من الشراء صحيح هيأتي برضو بعض الزاعقين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين لم يجلسوا لا إلى فقير ولم يتعلم ولا أصول الفقه ولا أية الأحكام ولا أحدث الأحكام بعدين هقول لك بقى فيه إشكالية جاية هيسيروها أن هم لازم يسيروا قلاقل هيجي وقول لك بقى مدرس المشاغبين إيه هقول لك ده العيد جاي يوم جمعة ينصلي العيد ونهمل الجمعة ينصلي الجمعة ونهمل صلاة العيد خطأ نصلي العيد ونصلي الجمعة أما ما ورد من بعض الأخبار والآثار ده كان في حق أهل البادية لأن كان زمان وإنت تذكر هذا أيام أجدادك فيه الوجه القبلي في الصعيد كان يوجد مسجد جامع واحد في القرية اللي هو المسجد العتيق فاكر يقوم الناس بقى اللي على المجورين العزب والبوادي يأتوا من مسافات جميل أيام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أن فيه أهل بداوى يأتون من على مسافات بعيد عشر خمشر كيل فخيرهم لأن استحالة النسجة هتصلي العيد وترجع إلى محلهم وتعود تاني الأداء صلاة الجمعة فخيرهم قال لهم أبو الزبط رحمة من الرسول بأهل البداوة قال إما من صلى العيد يبقى لا يصلي الجمعة ومن لم يصلي العيد يصلي الجمعة لكن الحكم هذا في أهل البداوة قال الفقهاء سواء الحنفية والمالكية والشافعية وهو المفتى به الصحيح من الحنابلة أن إن شاء الله نصلي العيد ونصلي الجمعة لزوال العلة لزوال حتى الرسالة الصلاة ورد في حديث لو أن الحديث في مقال قال فإنا مجمعون يعني سنجمع ما بين صلاتي العيد وصلاة الجمعة فإن شاء الله سبحانه وتعالى بنفقه أن نصلي العيد ونصلي لأن الآن البلاد دي لاز غريبة أوهل امتلأت مساكت دهنا اللي محتاجين الصلاة مش ربنا اللي محتاجين الصلاة دهنا اللي محتاجين الصلاة الله بقى هنعمل ايه مدرس المشاغبين مزالت قائمة عايزة تثبت وجودها وتحلل الجرشنات بلغتكم في الصعيد فيعملوا ايه يجي في صدقة الفتر وقولك حبوب طب هقوله لا سيبك من الأمح يلا طلع سبق تقتر طلع ما يومته سبعين جنيه يدل طلع بالزباب مش هيقدر هو بقى عايز يشطر على العدس وحتى هو مش مدرك ان الطام والغريب ان العيال دي قوم عايزين يخطأوا دار الافتاء المصري يعني شوف النهاردة اخلاقيات العلم خطأ دار معتمدة هي المعتمدة في العالم الاسلامي كل دار الافتاء المصرية ويطلع وان شاء الله يهديك العمر في نص دقيقة هيطلعوا برضو قولك يانصلي العيد يانصلي الجمعة لانصلي واحدة منهم صلي العيد وصلي الجمعة واخر صدقت الفتر نقودا ومن الآن للفقراء وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله ده احنا اللي محتاجين الصلاة يا جدعي ده احنا لولا أكل العيش نعود نصلي من أول اليوم لحد ما نروح في النوم ده احنا معدين برحمته بنتلكك في الصلاة مولانا مورتنا وشاركتنا وقفتتنا وقفتتنا كما جرت العيد وحاتب الصحة والسلامة كل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر صلي على قد ما تقدر واسيبك من العيال أي كلام دول صلي على قد ما تقدر وطلع صدقة الفطر النقود الناس محتاجاها بس كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو كلنا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلام عليكم